في الجزء الأخير ده هنتكلم عن الجزيئات اللي موجودة في أجسامنا سواء كانت جزيئات عضوية أو غير عضوية خلينا نرجع هنا تاني حتة دي عشان مهمة برضو في فهم في فهم الدرس ده في نوعين أساسيين من الجزيئات في أجسامنا احنا قلنا خلاص كده اللي وصلنا له في الشرح اللي فات ده مجموعة العناصر دي دي العناصر هنا اللي موجودة دي دي هي عناصر اللي هي بنقول عليها elements أو ذرات اللي هي atoms مجموعة العناصر أو الذرات دي طبعا احنا هنا جايبين protons, neutrons, electrons بروتونات, neutرونات, electron طبعا دي هي حاجات دي يعني أكتر في الكيميا بتتجمع مع بعضها هيا عشان تكون الذرة أو العنصر هنا زي ما انتو شايفين هنا واحد, نين, تلاتة, اربعة, خمسة, ستة ستة دواء يبقى ده كاربون وده واحد, نين, تلاتة, اربعة, خمسة, ستة سبعة, تمانية يبقى ده أكسجين الأكسجين طبعا هو ده كده هنا والكاربون هو ده كده هنا فالجزائيات كده أو المركبات هي عبارة عن مجموعة من العناصر أو الذرات العناصر والذرات دول لما تجمعوا مع بعض هنا خلينا نرجع نبص على دي تاني الفوسفوليبيدات زي ما انتو شايفين هي عبارة عن ايه؟ هنا لو جينا كبرنا ادي اكسجين هنا هي ادي ذراية هنا وذرة هيدروجين وذرة كاربون وبعدين زي ما احنا شايفين كل ده عبارة عن حاجات متجمعها بعض كمية عناصر وكمية ذرات متجمعها بعض عشان تعمل الجزائيات الباولوجية الكبيرة اللي احنا شرحناها قبل كده يبقى الجزائيات او المركبات زي ما تكلمنا في الاصلة هي عبارة عن مجموعة من عناصر او الذرات في بقى حاجة اسمها الجزائيات العضوية الارجانيك ماليكيلز وفي حاجة اسمها الجزائيات غير العضوية الارجانيك ماليكيلز خلينا نبدأ بالجزائيات الغير العضوية الابسط خلينا نروح للجزء ده تاني خلينا نتكلم على الجزء ده قبل ما نتكلم على الجزائيات العضوية احنا تكلمنا عنها طبعا بس هنعمل انا نعمل يعني هنقفل بيها لكن خلينا الاول نتكلم عن الجزائيات غير العضوية دي ذرة صوديوم او عندي بتبقى 11 ودي ذرة كولورين 17 طبعا دول بيعملوا مع بعض حاجة اسمها رابطة ايونية قلينا نتكلم ده هنا الكبير الكلورايد وهنا الصوديوم خلاص يعملوا مع بعض رابطة ايونية بتدري تتعمل رابطة ايونية دي الى اخره بقى بتدري تعمل كده زي ايه ريست الفورم اللي هي الموجودة هنا دي يبقى ده حبارة عن ضرة الصوديوم بترتبط بضرة الكولورين بربطة ايونية عشان تكون حاجة اسمها الصوديوم كولورايد او ملح الطعام عندنا هنا اللي ظاهر برضو ده المية الووتر واحنا لو جينا شفنا هنا هنلاقي ان دول اتوم من الهايدروجين وده اتوم من الاكسوجين يبقى ده حبارة عن اتش تو او ده برضو مركب غير عضوي انه بيتكون من ذرتين هايدروجين وذرة اكسوجين مرتبطين مع بعض برابط ساهمية ليه سمينا الحاجات دي بقى مركبات غير عضوية لانه مفهد ذرات كربون يعني الكربون مش موجود فيها دي بقى بتسميها مركبات غير عضوية النوع التاني في اجسامنا طبعا اللي اتكلمنا عليه دلوقتي كويس اللي هو المركبات العضوية واللي بتتكون بصفة اساسية من ذرات الكربون والهايدروجين معاها ذرات الاكسوجين بجانب بعض العناصر اللي شفناها زي هنا النيتروجين والفسفور اللي يهمنا ان الجزئات العضوية الموجودة في اجسامنا دايما بتكون كبيرة الحجم واسمها الجزئات البايولوجية الكبيرة Biological Macromolecular Biological Macromolecular دي طبعا كلمة مهمة حتى في المنهج العربي عندنا واخدينها يعني متكلمين عليها بالانجلش تمام اللي هي البايولوجيكل دي سي بايولوجيكل ودي ايه بايولوجي ودي جي طبعا بايولوجيكل ماكرو ماكرو يعني كبير وبعدين molecules molecules يعني جزئات يبقى الجزئات البايولوجية الكبيرة ودول طبعا اربع اقسام اساسيين عبارة عن خلا نكتب اختصارات هنا معلش كاربوهايدريتز وليبيتز وبروتينز ونيوكليك اسد خلينا نقولهم بالعربي كاربوهايدروت الليبيدات البروتينات الاحماض النووية خلينا ناخد مثال هنا سريع عشان برضو احنا كده ذكرناه هنا اللي قدامنا ده خلينا نكبره معلش كده شوية اللي قدامنا ده بنسميها الصيغة العامة للكربوهايدروت لو احنا كنا ازلاحظنا هنا دي كربون ودي هيدروجين ودي هيدروجين ودي اكسوجين لان هي بتتكون من نسب معينة من الكربون والهايدروجين والاكسوجين يعني هنا لو جينا عملناها كده CH2O over N بمعدل واحد لاثنين لواحد